السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتتبعي قناة الدنيا من التدعي الرائد كيف انتم ما كتمننا ان شاء الله تكونوا كلكم بخير والأخير إذن يوم جديد ودرجة جديد نأخذ مرشدي في اللغة العربية بنسبة المستوى الثالث ابتدائي نأخذ صفحة رقم 34 الدرس دليما عبارة عن قراءة النص وفهمه إذن يوم كذلك أغني مع جميع سنحاول أن نجلبه للأسئلة بطريقة بسيطة جدا ومفيدة بنسبة الناس اللي يتابعون إلى الفيسبوك نخلي لكم رابط صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف مرحبا بكم سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك جيد جدا إذن نقرأ أولا أصغير إلى قراءة أستاذي وأستادتي إذن سابقا قمنا بقراءة النص الشعري كنتمنى أنكم تقوموا تشوفوه لماذا لم يشوفوش تبريد رقم 2 أقرأ مع أصدقائي وصديقاتي السطرين الأثيين وأشرحهما ومعي دوما تداكر حين يجمعنا الكتاب هنا الصديق يتحدث أن صديق دياله دائما كيحاول أنه يقوم بالمراجعة هووية وكيقرأ في أي وقت حين يعني كيكونوا جمعين بجوج على قراءة كتاب ما وخا جيد جدا إذن تمرين رقم 3 أقرأ وأشخص بحركات يدي وإيماءات وجهي يا صديقي يا صديقي دائما أنت بقربي وقت فرحي بل وضيقي إذن هنا يتحدث أن صديق دياله معاه في الشدة وفي الفرح يعني كيكون في الحزن دياله كيكون في الفرح دياله إذن حاولوا أنكم تقوموا بتعبير عليها طريقتكم الخاصة وخا جيد جدا لاحظوا معي أغني معجمي أصل الكلمة بالمقطع المناسب وأقرأ الكلمة الجديدة بعد إضافة المقطع إليها وحذفه منها إذن لاحظوا معي هنا عندي مجموعة ديال الكلمات وكذلك عندي مجموعة من الحروف سأحاول أنني كيفاش نقدر نضيف مقطع ونحذف مقطع ونحصل على كلمة لي مفيدة لاحظوا معي هنا عندي دار نحاول نزيد لها حرف الجيم ستصبح جدار هنا لدينا منار سوف أقوم بحدف حرف الميم لاحظوا قمت بتشطيب عليه وتصبح الكلمة نار هنا لدينا سدود سوف أحدف حرف سين وتصبح دود جمع دودة هنا لدينا مال وضيفوا الرا إلى مقطع اللول في الكلمة وتصبح رمال هنا لدينا سور نضيف حرف النون في أول الكلمة وتصبح الكلمة نسور معناها جمع كلمة نسر واخر مجموعة النسور كاسميوها نسور نسر واحد مفرد كتم نسر جيد جداً إذن شوفوا التمرين رقم إثنان أحدد مرادف كلمة برهة من بين الكلمات الآتية ساعة لحظة يوم مسافة دقائق زمان إذا لحظوا معي أن هنا مرادف أو معنى كلمة برهة هو لحظة يعني واحد الوقت وجيد من الزمان لحظة جيد أمشوفوا التمرين رقم ثلاثة أحيطوا الكلمة الدخيلة التي لها معنى مختلف في كل مجموعة عندي ناتة هذه المجموعات كل مجموعة فيها كلمة ما كانت نتهميش للمجموعة الحالة أنا لا نتعرف عليها لحظوا معي هنا عندي شقيقي توأمي فريقي أخي شقيقي توأمي فريقي أخي إذن هنا لحظوا معي شقيقي توأمي قريبا نفس المعنى يعني التوأم armas هو الأخ يعني والشقيق كذلك والأخ هنا لدينا أخي فالفريقي هي لعندي كلمة دخيلة إذن قمت بالإحيات بخط دائري هنا لدينا فرحي راحتي سروري بهجتي إذن كلمة الدخيلة هنا هو راحتي هنا لدينا صديقي صاحبي رفيقي معلمي إذن الكلمة الدخيلة هي معلمي وخاء صديقي صاحبي رفيقي معلمي هي الكلمة الدخيلة اللي عندنا إذا كتمنى أن الدرس دليوم كان واضح سنكمل إن شاء الله الإجابة للأسئلة في درس قادم إذا نتلقى معكم إن شاء الله في درس قادم وإلى اللقاء